بحفظ الله ورعايته غادر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ظهر اليوم أرض الوطن متوجها إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك في زيارة خاصة وقد كان في وداع سموه رعاه الله على أرض المطار سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ومعالي كبار الشيوخ وسمو شيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وسمو شيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة بالعنابة أحمد خليف الشحومي وكبار المسؤولين بالدولة رافقت سموه السلامة في الحل والترحال